السلام عليكم كيف حالك يا وحش مقطع اليوم راح نتكلم عن يولا راح تطلع من المقطع هذا وانت عارف شلون تطور يولا الى لفل ماكس من ناحية اللفل ومن ناحية المهارات لكن اتمنى قبل ان ابدأ انك تطلعك واشتراك ولهم من هذا انك تنشر الفيديو فخلونا نبدأ الحين في المقطع عزيز المشاهد في البداية لازم تجمع لهي هذه النوح هذا من الورد لان النوح هذا بيساعدك وتحتاجه كثير لما ترفع اللفل الى لفل ماكس فالمطلوب من النوح هذا اللي هو بس 168 نقطة بس من النوح هذا عشان تطور ريولا من لفل واحد الى لفل تسعين وخلونا الحين نشوف لنا اقرب مكان فيها الورد هذا عندك اقرب مكان اللي هو المكان هذا اللي هو عند مدينة الهواب الضبط هذو زي ما تشوفون هنا بتحصل يسارك وبتحصل يمينك خلونا نبدأ وشين في طريق المسلمين يمين زي ما تشوفون اللي هو الورد هذا لو قاتب تضربه الحين ماشي تقول لا يا مجابر عيه يضبط معي هذا اللعبة فيها قلتش ومخك يلتمس فاكل اللي عليك هو شي واحد زيزي مشاهد اللي هو انك تبدل الشخصية اي شخصية من فريقك الى شخصية هواء ناس كذا خلوني بس نشوف لنا شخصية اقرب شخصية هواء على سبيل الشخصية هذي سايو نجرب الحين شوف خلاص اشتغلت معك تلقاه فاعتقد ناس كذا بعد اشتغلت معك شوفوا هنا بعد خلاص اضبطت معك هذي اللي حصلنا هنا ثلاث تنتقل هناك بعد بتحصل تظهر انك بتحصل اربعة او خمسة هناك زي ما تشوف هنا تحصل اربعة وتاخذ انك كاملاتها وشي تكسره ناس كذا وبعدها تروح لحب حب خلاص وقفي يا ساي ما تستهين شوف هذه الثانية وهذه بعد في وحدة صح هتوقع اخذينا الرابعة الموجودة هنا لا لا هذيك ما اخذيناها هذه الرابعة ثاني شي في نهاية الفيديو ان شاء الله رح اضيف لك مقطع اضافي اللي هو ابرز الاماكن اللي فيها الورد هذا وان شاء الله رح تسهل عليك وتجمع الورد وانت مرتاح قبل لا تكمل المقطع يا وحش اتمنى بس تعطيني جزء من وقتك اللي هو انك تابعني في التوك توك عشان تفتع عندنا ميزة تبث العلاب ونبث كنيشن هناك بشكل يومي ممكن رح تكون فيه مسابقات هناك فبس خلونا نرجع للمقطع عندك النوع الثاني عشان ترفع اللفل اللي هو النوع الثاني رح تحتاجه في المهارات ورح تحتاجه في اللفل يعني لازم تركز عليها النوع هذا اللي هو يطوي لعمر السلام ما عندك خيرين الخير الاول انك تدخل على الكتاب وتختار على اسهل وحوش تنزل تحت النوع هذا زي ما تشفون بتجمع النوع هذا كامل نشوف هذا عنده ايوه هذا عنده بعد هذا ما اموه عنده المهم عندك خيرين الخير الاول اللي هو انك تحدد من نفس الكتاب تحدد نفس كذا بيعطيك اقرب مكان لك فيها الوحوش هذا خلونا نروح هنا ونشوف النتيجة مثل ما انت شايف عزيز المشاهد موجدين هنا جالسين وشبة نار ومجلس ما فيه نفس ثقيلة المهم تلقاهم جالسين هنا فاتروح وتكتلهم عادي على طول نذبحهم يذيب اياك يا حبيبي ايوه راح ما بياخذ الغراظ خلوني نذبح بس هذا زي ما تشوفون راح اطيح منهم الموارد تشوف راح اطيح منهم الموارد هذه زي ما تشوف هنا بات اطيح منه موارد تشوف علما منك تكتل هذولا لكن فيه خيار ثاني لك اللي هو انك دقيقة قاعد يحدث على كيف وقف التحديث حق الكتاب الخيار الثاني بتشوفون العلامات هذه اللي لونها كذا اتوقع هذا بيوت مهم وحوش لو كان العلامات هذه زي ما تشوف وهنا بعد فيه بعد فوق اللي هي العلامات هذه لما تروح للعلامات هذه بتحصل الوحوش على طول خلونا نروح ونجرب وزي ما تشوف هنا موجدين بكثرة موجدين هنا كثير خلونا نروح ونشوف النتيجة تشوفون بدون ما استخدم الكتاب بس اللهم اني عرفت المكان من بيوتهم زي ما شفت وانا رائح للمكان حصلت لاثنين جالسين هنا بظهر انه محراسة القبيلة هذولا خلونا نذبحهم بس شوف يطيح منه شي ما طاح منه الا طاح منه وحده وهذا الثاني مفهي خلونا نذبح طاح منه شي طاح منه شي زي ما تشوفون فانت لما تدخل على القبيلة الداخل بتحصلهم جالسين كلهم شوفينا تبدأ من اليسار وتروح من فوق كذا ليه انت اوصل اخر بق خلونا بس اركض ما راح اذبح هذولا تشوفون متى قد تتكمل تلقاهم داخل بيوت شوف هذولاك يرقصون هذولاك ظهر المسوين بارتي هذولا شوفوا ما ذولا يرقصون فتلقاهم في المكان هذا بشكل كثير بعد ما تكتل القبيلة هذي بتغير بتشوف القبيلة الثانية اللي هي موجودة هنا وتروح تكتلهم واللين تجمع كامل الموارد اللي تحتاجها شي مهم بعد تحتاجه لما تبترفع لفل شخصية يولا اللي هو البوس هذا زي ما تشوفون لازم تقاتله لأنه فيه مع قطع خلوه نقتل ورجع لكم ايوه انتهام رأي صاح خلاص لا والله صامل فهينا الحركة اللي هو انك توخر زي ما تشوف بس تضرب على الجهت تعلق على الضرب العادي عشان يمديك ترسل الكورة يلا راحت علينا زي ما تشوف تعلق على السيف بس وبترسل الكورة بقي لضربة واحدة بس ظهر النمات لا بقي لتو التمت هو تاوي حبيبي خلا لا والله ما ضبط الالتمت يا شباب لو كعد النمات زي ما تشوفون فبعدها بس انك تفتح الوردة هذي بتحصل كامل الموارد اللي هنا بتحصل الموارد هذي اللي تحتاجها لما ترفع اللفل ويضافي لأنك تحتاج القطعة هذي زي ما تشوفون القطعة هذي تحتاج 46 قطعة عشان يمديك ترفع يولا من لفل واحد إلى لفل 90 بدون أي مشاكل ثاني بعد تحتاج اللي هو قطعة من بوس اسبوعي البوس هذا ما رح تحتاج اللفل لكن رح تحتاج لتطوير المهارات اللي هو البوس موجود الظاهر في عالم الأرض بوس اسبوعي توقع هذه أيوه هذه تنزل تحت تحتاج القطعة هذي زي ما تشوف تحتاج القطعة هذي فلازم تقتل البوس في ميزة في ميزة سهلة وخفيفة لما تبتقاتل البوس عشان انك ما تواجهها مشاكل اللي هونك توجه عند البوابة وتضغط وتضغط الكلمة هذي الكلمة هذي لما تضغطها بدخلك مع ناس مهما كان فريقك عادي همشين انك تدخل وتقتلون البوس وتاخذون اللي هو القطعة المطلوبة النوع اللي بعد اللي هو تحتاج تحتاج الكتاب هذا تشوفوا شكلها مشين تشوفون شكل عشان ما تجيبونا ليد تحتاج الكتاب هذا الكتاب هذا يمديك فيه لك خيارين الخيار الاول اللي هو انك تنتظر لما يتوفر اللي هو يوم الثلوث تتوقع ويوم الجمعة ويوم الاحد يكون له دومين تدخل وتجمع الكتب هذي او ان يمديك تصنع عند ورشة الصناعة وبعد ما تروه عند ورشة الصناعة والكرافت تضغط وتنزل تحت وتشوف الكتاب موجود ولا لا هذي هو يمديك انك تحول النوع القديم اذا كان عندك اخضر يمديك تحوله لكن ركز لو عندك شخصيات عليها السهم الاخضر ضيفها على طول لانها بتفيدك لما تصنع وبعدها يمديك تحول بعد من الازرق الى البنفسجي هذه لما تقاتل لوحوش يمديك تحولها يمديك تحولها وتشوف اللي تحتاجها خيار اخير خيار اخير لما تطور اللفل المهارة من اللفل 9 لالفل 10 يعني اللفل ماكس تحتاج اللي هو التاج هذا زي ما تشوفون التاج هذا الحين انا ادري سؤالك تقول شلون رح اطلع التاج هذا التاج هذا يمديك تطلع من الاحداث لما تكون فيه احداث بتجمع التاج هذا وتاخذه وانت مرتاح مهو جميع الاحداث فيه احداث يضفون التاج وفيه احداث ما يضفون التاج بتطورها الالفل ماكس اللي هو الالفل 10 وبس هذا كل شيء عن تطوير يولا الالفل ماكس وتمنى لك وقت ممتع في اللعبة ويليت بس تعطيني اللايك والاشتراك عشاني اوصل المقطع عند ناس غيرك شكرا لكم ومع السلامة هم ك Dzل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة